الولادي الثانية راح نواصل حديثنا مع القسيس جورج سابة احنا قلنا قبل الفاصل راح نتكلم عن المفعيل لما بسمع كلمة مفعيل شو أصدق مفعيل هل هي طبخة ولا ماذا أصدق مفعيل الولادي الثانية لغوية نتائجها وثمارها طبعا الولادي الثانية هي زرع الله مزرع بشر وما أجمل زرع الله لما منطلع الطبيعة أسيس من مجد الله يعني لما نجيت أول مرة ع كندا صدقا كنت أنا وزوجتي جمال راحت عند الرب وشفت شللات نياجرة فولز ركعت بالشارع قدام كل الناس قلت له يا رب قدي أنت عظيم هالشللات اللي صار لألاف السنين وبعد عبتعطي مياه متدفقة شيء ما بيحده عائل أنت صرت إلهي عطيتني الولادي الثانية هلأ صرت أعرف مين أنت له كل المجد فالولادي الثانية هي زرع الله أنا بحب أقول لكل مشاهد من أي طائف الكان مسيحي أو غير مسيحي خير جاء في المسيح وأتمنى عليك بأحشاء المسيح وحنان المسيح ومحبة الله إنك تقبل الولادي الثاني لأن بدون لا يمكنك أن ترى ملكوت الله مش أن تدخل أن ترى فالرب يعطيك نعمة بهالحلقة إنك تختبر خلاص المسيح الذي لا نظير له فالولادي الثانية منرجع لحديثنا السيس هي زرع الله